حصري مع شبير يلا بينا يا بوحمد آليو ديانج لعب وسط النادي الآلي المتماز جدا من وجهة نظري على الأقل يعني لمح كده عايزة أمشي تلميحة مجرد تلميحة يعني أنه عنده عرض أوروبي ويعني بدأ يقول كده فالنادي الآلي قال له هتلينا عرض إحنا منفتحين زي ما أنا قلت لحضراتك قبل كده ما نقدرش نجبر أحد على البقاء لكن عليك تجيب عرض وعرض مناسب عشان يتم السماح ليك بالمغادرة الآلي في نفس الوقت ده بيكثف المفاوضات من أجل اتنين لعيبة الأول هو محمد رضا بوبو عشان تبقوا عارفين واللي عايز أقوله لكم أنه رضا بوبو مش مختنع ولا مرحب لا هيمان أنه روح النادي الآلي خد بس مني معلومات يعني موضوع بالنسبة له محسوم بالنسبة أنه لو مشي من فيوتشر لو أن فريق فيوتشر وافق على رحيله سيرحل إلى النادي الآلي وفيه كلام كلام أنه الأهلي أيضا بيتفاوض مع محمود حمد لم يتسنى للتأكد من صحته لكن فيه كلام أنه الأهلي بيتفاوض معه على فكرة لأنه البعض بدأ يقلق من الأهلوية طب أنت النهاردة حمدي فاتحي أنت بتقول مسافر يوم الحد بالسلامة وقال يو ديانج بيلمح ليه الرحيل هو ما رحلش لكنه لمح للرحيل أكرم فؤاد أكرم توفيق لما يعود سيعود إلى مكانه بقى الطبيعي اللي هو في وسط الملعب وأكرم بقى حط بكريت حط بكليفتة حط فوس الملعب حط عرس مرمى حط أي حاجة سيد الرجال يعني حاجة عظيمة وحتى كريم فؤاد نفس الأمر يعني فالأمر شبه محلول إلى درجة كبيرة داخل النادي الأهلي بشرط عوضة المصابين اللي هيرجعوا مع بداية شهر تمانية بإذن الله لكن أنا بالنسبة لي رحيل حمدي فاتحي مع رحيل ديانج كحاجة فنية أعتقد حيسبب داخل وسط النادي الأهلي مشكلة شكرا